بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين نختم بموضوع روحي بعنوان الميل الثاني الميل الثاني الحادي كانت وصيت واحد من ولادي اللي اسبوع ده قال لي كلمنا عن الميل الثاني فأنا بكلمكم بناء على طلبه وإن كنت بخاف من الموضوع ده لأني بحسه يعني بكسف لما أكلم فيه صعب علينا أو مش صعب لسه بعد عنه كلنا الميل الثاني معناه بساطة الحب الأكثر من المتوقع والأكثر من المعتاد أكثر من العادي فيه حب عادي بس فيه حب مش عادي فالمسيح لما بيتكلم عن الميل الثاني يقصد البعد الآخر غير المتوقع والبعد الأبعد من المسافة المحسوبة البشر عموما بيحسبوا الحب بيحسبوا عندهم حب ما نقدرش ننكر إن الإنسان العادي عنده حب أي أب و أم بيحبوا عيالهم أي صديق وفي مسيحي أو غير مسيحي عنده حب إنما كل ده بيدخل في نطاق حسابات فالواحد يقول لك إذا أنا جملته مرة واثنين وثلاثة ما سألش هنا بيعد تاخدوا بالكم بيعد جملته مرة واثنين وثلاثة وبيستنى رد الفعل ده اسمه الحب البشري اللي يحسب ويستنى ده مش الميل الثاني ده الميل الأول الميل الأول يعني إيه واحد طالب منك طلب حاضر نعمله له طلب تاني حاضر ثالث لا بقى ده أنت زودته وهنا قدام ناس كتير عداك العيب لكن قدام ربنا أنت ما عملتش الوصي هو ده صعوبة الموضوع إن ربنا مش طالب مننا نحب الناس كميل أول أو كبعد عادي أو بالحسابات التقليدية أو زي ما الناس بتحبنا لا لا هو بيتكلم في مشوار أطول من كده كتير فشبه تشبيه جميل قوي بتعبير من سخر كميلا إيه قل له معاكل التاني كمان وهو مسخرك يعني مش بيتفع لك حق الميل الأولاني مش بيتفع لك حقه ومع هذا بتقول له معاكل اللي بعده أنا مستعد نشوف بقى الموضوع ده ندخله إزاي ونمشي إزاي نقرأ النص الأول ثماتة خمسة يقول إيه ربنا يسوع في المواضع الجوة سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن هنا تلاحظوا ده البعد المعتاد التقليدي على قد اللي بيتعمل فيه أعمل إن كان بالإيجاب أو بالسلب الناس ده الكويسين معايا أنا كويس معهم وحشين معايا أبعد عنهم أو يعني أصدهم أحط حدود ده العادي كده كده ده العادي أما أنا فأقول لكم لا تقوموا الشر كل ده على فكرة يمشي مع فكرة الميل التاني بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا من أراد أن يخاصمك وياخد توبك أترك له الرداء أيضا من سخرك ميلا واحدا اذهب معه سنين من سألك فاعطيه من أراد أن يقترد منك فلا ترد قد يكون ده أكتر جزء يعني أعلى جزء في السلوك المسيحي هو والنص اللي بعده أحب أعداءكم باركوا لعيكم تعالوا نفكر شريف الكلام ده لأنه مش سهل الأول لما بيقول حول له الآخر أيضا معناها إيه طبعا كلنا فاهمين أنه مش مقصودة بالحرف لأنه نادرا كمان محد يعني بيلطمنا يعني نادرا ما بيحصل كده لكن المعنى كتير ما بيحصل أنه واحد يهينك واحد يغلط فيك واحد يجرحك ده وارد وبيحصل لكن اللطمة بحرفها مش دايما طب معنائي أننا ندي الخد التاني معناء الاستعداد لمزيد من التعب كن مستعد لمزيد من التعب والظلم والإهانة أنا عارفة تتغزوا مني ده مش كلامي ده كلام ربنا وعلى آخر هنتصالح بس لازم أقول اللي إيه ربنا عاوزوا لأول كن مستعد لمزيد من التعب والظلم والإهانة أقول لكم مين اللي يعرف يعمل ده ويعمله من غير ما يحس الأم الصح أو الأب المثالي بيعملوا الحاجات دي من غير ما يسأحس بمعنى إيه ابنه يؤثر في حقه أو يغلط فيه مش بس يسامحوا في لحظة صفاء كده يقولوا يا ابني ولو عملت أكتر من كده هتفضل ابني يبقى أحيانا تطلع كده من الحب اللي إيه المثالي بس طبعا مش أي حد حتى يعرف يعمل ده حتى في الأبهات والأمهات العاديين بس عاوز أديكم كم أمثال يعني عشان تعرفوا إنها مش مستحيلة حول له الآخر أيضا لو لغينا النص ده واكتهدنا وحطينا من عندنا فتاوى أن نحن نقول إيه من لطمك على خدك الأيم يلا ابتدوا وكملوا الجملة واحد هيطلع بمنتهى الشجعة يقول إيه هتدي له مئة ألم برحته واحد يقول له لأ ألم بألم أنا زي موسى عين بعين وسن بسن واحد يقول هسمعه كلمتين واحد يقول هسيبه وامش أعلى درجة إن أنا أقول له كمل ضرب يعني أنا مستعد اللي عمل دي بالحرف ربنا يسوع أول جلدة نزلت على ظهره في إيده بسهولة جدا يقطع إيد اللي ضربه يدخل كل الموجودين دول جهنم في ضرب إنما هو ساب ظهره كمل كمل فهمين إزاي يبقى هو عمل اللي قاله خلي بالكم عمله يعني إيه مدي فرصة كمله اللي عاوزين تعمله عمله طب أنا بندوس عليك بنهينك بنتريع بنصخر بنشتم بنبسق هو ده الخد الآخر يعني إيه كمله كل اللي عاوزين يخلصوا أعملوا كل آخركم الاستعداد مجرد الاستعداد لمزيد من الإهانات والظلم هي دي الوصية وما أصعبها وصية هنا كن صامتاً أمام جزيكي يمكن ده المعنى اللي حسته قريب لأن تحويل الخد الآخر معناها تصرف صامت لكن له معنى يعني إيه أنا مش بس ساكت عن حقي أنا ساكت وسايبك تزود في الظلم هي كده طب هي الدافع هنشوف لسه الدوافع لأنه لمازال الكلام صعب مش كده لكن هنشوف ممكن نوصل الله إزاي قيل عن المسيح الظلم أما هو فخد بحقه لا ظلم أما هو فعاقب ظالمه لا أما هو فتزلل لم يفتح فا شاتن تساقه إلى الزاب نعجل صامتة أمام من يجزها لم يفتح فا يبقى مجرد الصمت واحتمال الإهانة دي درجة من درجات الميل الثاني إنك ساكت وإنت مظلوم وسايب ربنا بس اللي يتكلم لو عاوز يتكلم مش سهلة طبعا لكن ده أحد التعبيرات هنا يجي السؤال الصعب ليه وازاي ليه أعمل كده وازاي أعمل كده سؤال منطقي ليه طيب ليه أبقى ملطشة ليه دوسوا علي ليه طبعا أنا ممكن أخد حقي طبعا أنا ممكن أتكلم ورد طبعا أنا ممكن أعمل اللي بيعملوه فيا وأكتر طب ما هو ممكن يا تفهم غلط وبقى مداس طيب طيب كل ده بنسمعه مش كال طب وازاي كمان حتى لو ما كانش ليه وده أمر إلهي خلي بالكو ده أمر إلهي لا تقاوموا الشر يعني إيه ده أمر إلهي أنت ملزم به فكل ما تقاوم الشر أنت غلطان في حق ربنا كل كلمة بتقولها على شخص غلط فيك أنت بتكسر وصي لأنك بتقاوم الشر أول إجابة هجيب كل الإجابات من موعزة عالجبل لكي هذه الإجابة هي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء خطوا البنوة لله في كفة والكرامة الإنسانية في كفة حاولوا تفهموا الحتة دي إيه رأيك معروض عليك تبقى ابن الله ابن الله يعني هتورس السماء تاخد كل مجد أبيك تقعد الحياة الأبدية متهني وأفرح وأمجاد لا نهاية له قصادها هتاخد على دماغك وهتسكت وهتبقى مستعدة تاخدها كتر تقبل ولا لا احسبها يبقى أنت محدود هنا في اختيار هنا كي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماءات أصل أبوكم بيعمل كده يشتموا الملحدين كل يوم يطلع عليهم الشمس والمطر كل يوم يسخروا وينكروا وجوده يبركلهم في عيالهم وصحته هو ده الميل التاني الميل التاني يعني بدي بكرم وسخاء للي بيديني على دماغي يعني مش بس ببعد عنه باختصر منه بأفل عليه خالص بشطوبه من حياتي ده أرحم من أن أنا أزي لا 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 فيه موقف أعلى من كده أن أنا هكمل أحبه برد أبويا كده أصلنا كده طبعنا كده بتوع ربنا كده اللي هيدخلوا السماء كده كي تكونوا أبناء أبيكم يسرق شمسه على الأشرار والصالحين يمطر على الأبلارز فكونوا كاملين يبقى واضح أنه هنا في كلمة لماذا لأن ده يا حبيبي الكمال ده البرفكشن كونك وقفت عند مرحلة زعلان منه فبعدت عنه أرحم وكويس أحسن من أنك تعدي أو تأذي لكن مش بيرفكت فهمتوا الفكرة؟ مش عشرة من عشرة كويس أنك طلعت من مرحلة هوريله لمرحلة هبعد عنه بس هبعد عنه مش آخر مرحلة ومش أحسن حاجة إحنا بنتكلم كي تكونوا كاملين يبقى إيه روح وقلوا كمل ضرب أنا مستعد لمزيد من الاستغلال مستعد أتأذي أكتر معلش تحتملوني أنا عارف كلكم مضغزين مني بس إيه مليش دعوة ربنا اللي قال حجة أخرى أو سبب آخر يخلي الواحد يحتمل الضغط الصعب ده أو الإهانة الصعبة دي لما يقول في متع خمسة عشرين أقول لكم إن لم يزد بركم على الكتب والفرسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات ثاني بقول إيه أنا حطيت البنوة لله في كفة والكرامة الإنسانية في كفة ما هو اللي بيحصل ده قلة كرامة طبعا طبعا بس الحكيم يقول لا أفضل ابن ربنا حتى لو اتزليت ما فيش مشكلة بتعبير آخر فيه بر اسمه بر الفرسيين والكتباء بر الفرسيين والكتباء ده مجموعة من البر اليهودي والبر المنطقي يعني إيه هم خلطوا تعاليم موسى اللي استلامها من ربنا مع المنطق البشري والقدرة البشرين ربنا قال لهم على فكرة ده ما يدخلش السماوات ما يدخلش السماوات عين بعين وسن بسن ينهاري لا مش ده اللي يدخل السماوات أنا عاوز بر أعلى من كده لازم بركو يزيد عن كده تاني بكمل مكو على فكرة إيه هتقول لي ده كفاية أن أنا استحملته أقول لك قطر خيرك بس مش كفاية لدخول السماوات هتقول لي كفاية قوي أن أنا استحملته أقول لك قطر خيرك على كده بس لازم يزيد عشان تدخل السماوات إن لم يزد بركم على الكتب الفرسين لن تدخلوا ملكوت السماوات كتب الفرسين بيقولوا عين بعين وسن بسن أو بيقولوا اللي يأذيك بعد عنه إنما محدش فيهم قدر يقول لا تقوموا الشر ودي الخد التاني في نفس الإصحاح في سبب آخر هو أنت موجود ليه في الدنيا أنت اسمك الكتب في السماء قاعد يومين في الدنيا دي قاعد يومين لمأمورية ورايح السماء إيه المأمورية اللي أنت ربنا سايبك لها ليضئ نوركم قدام الناس فيروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم في السماء لو أنت واحد تعبك بعدت عنه ما نورتش عادي أحسن من الوحش بس عادي لو أنت استحملت إهانة وبعدت ماشي كويس بس مش منور لكن لو أنت استحملت واستحملت واستحملت ولسه مستعد تستحمل من أجل رسالتك هتنور هتعمل رسالتك هيمجدوا أباك فهمتوا الغرض؟ يبقى الوصول لهذه الوصاية هو الشهادة للمسيح هو ده اللي بيخلي الناس كلها تفتح بقها ويعنيها وتقول اللي بيحصل ده بقى إيه ده فوق العادي ده فوق العادي ده شغل ربنا وعلى فكرة اليومين دول الكلام ده مهم جدا النهاردة فيه ناس كتيرة أخلاقها عالية جايبين المستوى العادي إحنا مطالبين كمسيحيين نجيب إيه فوق العادي اللي هو الميل التالي ساعتها كله هيجي ورانا يترص طبور لأنه ده كلام ربنا ماينفعش يكون غير كلام ربنا لكن تقول لي اعمل وما تعملش على قد غلطه اشتغل معاه ده يقولها واحد ما عندوش إنجيل بس واحد اخلاقه كويسا وفي واحد يقول لك اقطع له دراعه وعمله ده موضوع تاني لكن احنا بنتكلم في كلام ربنا اللي خلق الناس المثالية العالية قوي لا كده هتنور وده يبقى غرض تاني إنك تعمل كده حجة أخرى يقول أنا أقول لكم في ماتة خمسة اتنين وعشرين كل من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم من قال لأخيه رقة رقة دي يعني أقل من كلمة يا وحش يا وحش دي طبعا إيه ده لما نكون بنجامل بعض يعني أنا أقول يا وحش يعني يكون مستوجب المجمع من قال يا أحمق برضو ده كده في الدلع المفروض يكون مستوجب نار جهنم يعني أنت مش مسموح لك كابن لله إنك تكره أو توصف أي شخص بأي وصف وحش بغض النظر عن موقفه هو هو وحش ده موضوع تاني بس أنت ما بتوصلش أبدا لكده أنت لا تترك للغضب مكانا أنت بتقول له رب أنت اللي بتغضب أنا ما بغضب أو أنا بغضب لكن أنا بسيب لك أنت مكان للغضب يعني إيه هل ده دعوة للاستغلال لا فهموا الحتة دي أرجوكو عشان هتشجعكم حين تترك الخد الآخر للآخر يتدخل المسيح ويأخذ بحقك مضاعفا حين تأخذ حقك بإدراعك ينسحب المسيح من الموقف هي دي المشكلة لو عرفت تحب إلى هذه الدرجة اللي فوق العادي ربنا يا ساوي يقول لك تعالي على جنب بقى لو ما غلبوش حبك أنا هاخد بحقك أكتر جدا من حقك بس في الأول قدنا فرصة لإيه إن الخير يغلب الشر الزوق يغلب قلة الزوق الأدب يغلب قلة الأدب هندي فرصة لده الأول خليك زي يا ابني خليك مثال يا ابني خد على دماغك واسكت وحب لو استفاد منك وتعدل هيبقى زيك ما تعدلش حقك عندي تالت ومتالت إيه وعتفتكر إنك إيه طلعت خسران لا أنت طلعت كسبان تمام وبكرة هتشوف يبقى واضح أنه أنا لما بدي الخد التاني ليس تنازل عن الحق للأبد لا لا ده بزيح الحق على ربان بقول له أنا ما اتمناش فلان يروح جهنم فهفضل أحبه لعلي أنقذه من جهنم لو أصر على عدائه حقي عندك حسابه عندك مش عندي إنما أنا هفضل في موقفي زي موقفك يا رب أتمنى لما تديله الخد التاني يبسني مش يضربني بالألم فهمتوا المعنى أتمنى لما تديله الخد التاني يلاقي إنه إيه ده إيه الأدب والزوء ده إيه التواضع ده إيه الخير ده كله فمسكت إيده بالزوء وخليته يقبلني بدل ما يضربني لكن لو اتداني ألم اديته ألم هي الديني بنية هتديله بنية مش هنخلص وهو ده الدنيا كده لكن لما أنا أديله الخد التاني أنا بقوله عندك اختيارين هتكمل ضرب ولا هتعرف أن أنا بحبك واستاهل بوسة مش ألم كأني بقوله كده دي فلسفة المسيح المسيح فضل يتضرب 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 لغاية ما البشرية قبلت قدميه باست رجلي وقالت له خسارة فينا تعبك بس مش كل البشر طب اللي فضلوا يضربوا مخيف هو الوقوع في يد الله الحي هيطلع على دماغهم كل فعشان كده الموضوع انت مش خسران منه ولا حاجة أكمل وادخل على نقطة تانية أرجع أقول إيه عندنا جماعة معنى مهم قوي كي تكونوا أولاد أبيكم أغلى حاجة عندك إنك أبوك ربنا لو خدت حقك بدراعك يبقى ملكش أب هي بالبساطة كده هتاخد حقك بدراعك وتعمل اللي بيتعمل فيك أشطب على علاقتك بربنا أنت بتقوله أنا معرفكش خليك على جنب انت شاكلك أب عطلان إنما إكراما لأبوك إياك تاخد حقك بدراعك عارفين لما ابني يدخل مع أبوه أبوه يكون رجل كويس وبعدين يبقى فيه مشكلة فالولد يتكلم فالأب يبصله بصة كده يعني ما معناه يا ابني هو أنا موت ملكش أبوه أولا إيه هو أنا صغير عشان إنت اللي هتتكلم أولا إيه هي الموقف كده أنت بتفسح لربنا تقوله أنا هسمع كلامك بس اللي بيتقال ظلم يقولك أنا عارف وغش وكذب وحضر عارف سيبني بس أنا إيه ثق في أنا ربنا بيقول كده إذن اللي هيخليك تحتمل الميل التاني أو الخد الآخر أو الطلب الصعب ده مزيد من الزل والقهر اللي هيخليك توصل لدي تمتعك بالبناء لو أنت شبعان قوي بابوك هتقدر على دي لو أنت مش شبعان بابوك مش هتقدر مش هتقدر لو أنت حاسس إن أبوك ده كبير قوي ومغرأك حب هتقول يعني حصل إيه لما حتى يدوسوا علي من رأس الإجلاء كفاية أبويا حطتني فوق الملايك يفرق معايا إيه كرموني ولي قطعوني أنا مركزي محفوظ ومصان بس ده لو أنت فاهم يعني إيه ابنه لله كمان فكرة حساب الملايكوت هو أنت مش أخد بالك أنه كل ألم واقع عليك بيعمل رصيد أو إيه كل إهانة كل ضغط كل ظلم كل تعب كل قهر لما ترد عليه بالحب والاحتمال تكنز في السماء وده اللي هيفرق في الآخر في السماء ما فيش حد هيتشاكل معاك ولا هيضربك ولا هياخد حقك ولا هيظلمك بس هتبقى مستمتع بحياة إبادية ملهاش آخر ورصيد ضخم شوفوا ربنا يسوع قاعد يقول طوبة 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 يعني تطويبات وجي عند الحتة بتاعة الضرب والأهر والطرد والحاجات دي قال أجركم عظيم في السماء لأن حساب دي غير الباقي مسكين بالروح حلوة صانع سلام جميلة رحماء هيلة إنما إذا طردوكم وعيروكم وظلموكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين وافتروا عليكم وسأوا فيها وداسوا وخد أول وخد تاني حط ده كله مع بعض طوباكم لأن أجركم يبقى فيهنا رصيد عمال يزيد أجركم عظيم في السماء يبقى الأحتمال العطاء الحب الصبر كل ده ياخد بعد الميل التاني يعني إيه استحمل شوية كمان أكتر من العادي لأن رصيدها أكبر عارفين زي إيه جماعة واحد أمين في شغله قوي فبياخد مرتب كبير بس قالوله لا الأوفر تايم الأوفر مرتبه عشر أضعاف طبعا لغة الفلوس هتفهموها على طب يعني إيه شغلك قد كده تاخد قد كده كويس بس بقى لو اشتغلت زيادة فوق العادي الساعة دي بيوم لا ده احنا نشتغل طبعا لو طمعانين يعني من سخرك ميلا اذهب معه اثنين هو الميل الأول ايه أنا براجع الميل الأول ما يريد الناس ولا تريده أنت دي الأخلاق العالية مثلا جارك بيخبط عليك في ساعة مش مناسبة بس بيقولك الحقني عندي مشكلة من أجل الأخلاق العالية هو محتاج انت محتاج تنام هو مزنوق في قرشين ولا مزنوق في مشكلة ده ميل أول ده مش ميل تان اللي هو ايه من الأخلاق من الإنسانية الإنسانية هي الميل الأول إنك حاضر تسيب نومك ورحتك وتقف معه في مشكلته شكلك جميل وكل حاجة بس مش ده مش كفاية لأن في ناس تانية تعرف تعمل دي أبوهم مش ربا أو الميل الأول هو اللي يريح الناس وما يريحكش انت طب وما حلو إنك جيت على نفسك عشان تريح الناس أو ما يسعى إليه الآخرون ولا تسعى أنت إليه يعني تلاقي فلان عاوز يكسب ماشي يكسب يبارك له ربا بس بيكسب يعني يكسب خلاص كويس لغاية كده كل ده ميل الأول أصل الناس نفسها في إيه في ثلاث كلمات كل الدنيا اللي ملهاش أب إحنا لنا أب بس اللي ملهومش أب بيجروا وراء ثلاث حاجات يعوضوا بيهم الأبوة ومش هيلاقوها أبدا شيطلوها الراحة حط جنبها الجسديات كلها والكرامة حط جنبها المراكز والكراسي أنزل العزاء عن الكراسي والفلوس والمختنيات والذهب والعربيات التلاتة دول الناس بتجري وراهم لو سبتهم للناس هتبقى شخص لطيف ومريح للناس ليه ياخدوا يزقوك يعودوا مكانك أهلا نساء خدوا الكورس يناموا عشان أنت تشتغل ماشي ياخدوا فلوس وتفضل أنت على قدك خدوا الفلوس بس هل ده هيعوضهم عن الأبوة ولا كل ده أنت شبعان بأب ومالقي الميل الثاني الميل الثاني أنك تروح تقول استنوا استنوا ده في فلوس ثاني ما تاخدوها يا نهارا بيض ده في كرامة ثاني سهية عليكم خدوها بالمرة ده في شوية راحة راحة منك خدوا الراحة دي ده في شوية تعب أنا ما تعبتهم سعاوز أتعبهم أكتر ده أنت بتعرض بتقدم ما يشتهونه على حسابك أكتر وأكتر أصلك مدرك بقى أنه إيه أنت بتخف الحمولة بتاعتك وعمال مركزك يكبر وهم هي دي متعتهم هي دي آخرهم هي دي دنيتهم ما هم الهمش غير كده دي أول وآخر القصة بالنسبة له إذا كانت دي دنيتهم إحنا ملناش في الدنيا نصيب ربنا يسوع ما وعدناش في الدنيا بنصيب قالينا أنتوا بتوع الملكوت زي حالاتي خليكم عايم يبقى ما لا يطلبوا الناس هقول أمثلة عملية عشان برضو بشكل الكلام فلسافي أو نظري أكثر مما يطلبوا الناس الحب الفائق الغامر اللي يغطي الاستغلال ويزيد عليه يبقى اللي قدامك بيستغلك وانت فاهم وشايف ومكمل وبرضة وبتقوله أنا أكبر من كده ما عنديش مشكلة ما عنديش مشكلة لأني أنا شبعين عندي فيض ما بيخلاص هتاخد خد خد لأنك أنت اللي جعين لا مؤغس فاخد بس أنا شبعين أدي أمثلة عشان يبان الأب في الإبن الضال الميل الأول بين الأب والإبن الضال يعني الإبن الضال متوقع إيه من الأب باللوجيك بالمنطق بالإنسانية آخر طموحات الإبن يقبلني لو يقبلني يبقى أخلاقه عالية جدا أو حتى يسمعني كلمتين ناشفين يهزقني شوية حتى لو خلاني عبد برضو كتر خير ده الميل الأول الميل الثاني اللي عمله الأب أكثر جدا من توقعاته حضم وقبلات وحفلة وخاتم ولبس وعجل مسمن وهيصة إيه ده؟ إيه ده بقى؟ ده الميل الثاني دي المفاجأة يبقى هنا واضح أن دي طريقة ربنا في العطاء وعلى فكرة كلنا جربنا الميل الثاني من ناحية ربنا هديكم مثل لأن أغلبكو خدام تبقى خطيتك مزغمدة يعني تعبير الرهبات خطيتك تقيلة ووحش ومش متغاز من نفسك وتدخل خدمة وتقول بس يا رب يسطر ما تفضحش تفاجأ أنك واخد نعمة فوق العادي والناس شايفينك حاجة كبيرة قوي إيه ده بقى؟ إيه الشغلة دي؟ هده الميل الثاني الميل الأولاني أسطر يا رب ملاش فضايح الميل الثاني جمل يا رب وكبر يا رب إيه ده؟ ده أنا بس بقولك لو تسامحني يبقى كتر خيرك مليون مر هسامحك؟ ده أنا سامحك وكبرك وأعمل منك بني آدم وحاجة كبيرة ده الميل الثاني يبقى دي طريقة رباني على نفس النظام بصوا للسامري في قصة السامري الصالح الميل الأول إيه؟ نفترض بني آدم ينزل يشوف حالته يبلغ لو في لغة النهاردة يبلغ بس إسعاف شرطة يلحقه في واحد بيموت يبقى كويساوي الميل الثاني هو اللي عمله إنه لأ أنا أنا مسؤول عنه وهشيله وهوديه وهدفع فلوس وهتابعه أنت أخوه ولا أبوه هو أنت اللي عملت فيه كده لا طب أنت بتعمل كده ليه؟ مش دي زيادة؟ زيادة عن العادي زيادة عن الأخلاق فهمين ده الميل الثاني لكن هو ده المسيح وهو ده اللي عاوزه مننا ناخد مثل ثالث داود مع مفيبوشس الأعراج لو تعرفوا مين مفيبوشس ده ده ابن يونسان شاول مرر حياة داود شاول الملك عزب داود خمستاشر سنة شاول مات ويونسان مات خلاص بقى داود بقى ملك وقعد على الكرسي وهيشب من أفسه كويس قوي أنه ما انتقمش من شاول في عياله دا يبقى كويس أنه ما دورش على مين فاضل من عيلتك يا شاول عشان أمسحه بعد اللي حصل معي لا الميل الثاني بقى فاضل مين من عيلة شاول أنا تقلي لما سأل السؤال ده قالوا بس هيزبطه قالوا له في واحد أعرج أنا تقلي قالوا له على الأعرج عشان يصعب عليه فاضل واحد أعرج يعني الرحمة طالع هو بيفكر بطريقة تانية جاب الأعرج قالوا ممتلكات جدك كلها بتاعتك وتاكل على ميدتي لغاية ما موت وتاخد كرامة شاول الملك مهما كانت إيه اللي بتعمله ده فأي عرف بتعمل كده ده المفروض إن شاول ده عزبك عذاب الدنيا بتدور على عياله أو أحفاده تكافئهم على إيه طيب يبقى حصلت ومع بني آدم وبني آدم بيغلط رعوث مع نعمة الميل الأول إيه الميل الأول اللي عملته الست الثانية غير رعوث عرفة دي طلعت ست كويسة فقالت لحمتها ده كويسة قوي كمان قالت لها لا يا طنت مش هسيبك ملكيش حد خليني معاكي وكلمتين حلوين الست النعمة فهمة قالت لا يا بنتي خلاص ما عادش لي أنا عيشة ولا عيال روحي لحالك ربنا يرزقك بعريس كويس قطر خيرها عرفة قالت كلمتين كويسين لحمتها وحاولت تخدمها والتانية قالت لها لأ متشكرين على كده ده ميل أول دي أخلق عالية واحدة تاني كانت طفشت من بدري إنما رعوث عندها الميل التاني يعني إيه لا مش هسيبك يا بنتي روحي لأهلك لأمك شو في حد يتجوزك أنت لسه زيارة هتضيع عمك عمرك مع واحدة ستة عجوزة هتروحي لشعب ما يعرفكيش على فكرة إحنا كيهود بنحتقر اللي زيك هتبهدلي روحك ليه شعبك شعبي إلهك إلهي أرضك أرضي بلدك بلدي منين ما هتموتي هموت مش هسيبك ليه هخدمك وبحبك وهفضل تحت رجليك يا بنتي أنا عملتلك أنا جوزتك الولد اللي مات إيه يعني اللي خدتي مني أنا بحبك ميل تاني رعوسكو فئة عن الميل التاني إنها صارت جدة للمسيح وهي مؤبية ملاش في اليهود خالص كفئها بوعز أبو العز وإيه وجدة للمسيح لأنها مشيت الميل التاني عملت حب غير معتاد فوق العادي فوق الطبيعي فوق المتوقع مثل آخر إسحاق مع أبي مالك أبي مالك ده جيش يعتبع الفلسطيني كانوا دايما يسموه رئيس منطقة دي أبي مالك إسحاق يحفر بير إيجي أبي مالك يحط إيده وياخته إسحاق يقول ده بتاعي يقول له لا مش بتاعك يقول له خلاص بتاعك أنت إيش ياخد بعضه حاله وماله ويروح حتة تاني يحفر بير يجي أبي مالك بناسه يحط إيده على البير يقول له ده بتاعك يقول له خلاص بتاعك بس كده أه خلاص بتاعك يحفر بير وهكذا وبعدين أبي مالك يروح يقول له بص يا عم أنت أنت الخير في رجلك من هما تروح خايفك تقلب علي قال له صدقني ما هقلب عليك أنا ما بقلبس على حد قال له ما أنت عملت تفوتلي تفوتلي أنا قلت لازم هتخضر بي قال له لا أخضر بك ليه أنا بفوت لأن أبويا بيجيب زيادة كلما فوت بيغرقني فأنا ما عنديش مشكلة اللي عاوز حاجة ياخدها فقال له طب اكتب تعهد أن أنت مش هتأذيني قال له اكتب لك أي تعهد نعم الميصاق أن أنا ما أذكش وأنت ما تأذينيش أبي مالك خايف من إصحاق من كتر البركة اللي عند إصحاق بس ها بيقول له أنت فهمني غلط أنا مش لما بسيب بعد عليك أنا ما بعدش لأنه أنا عندي اللي بيغرقني خلص الميصاق قولي العبيد يقول له إيه بئر سبع لقينا أكبر بير اسمه بئر شبع يعني إيه مجرد مضى العقد أنه إيه مش هترجع في كلامك وطالب بحقك لا مش هرجع في كلامك وطلب حقك ما عنديش مشكلة أنا متنازل عن أي حاجة بس خلينا حبايب الميل التاني ومكافئات الميل التاني يوسف مع أخواته ميل تاني يكفي أو يا يوسف أنك أنت إيه تسيبهم يموتوا في المجاعة لأن ده قضاء الله على اللي عملوه فيك بصراحة ربنا جاي بمجاعة عشان يطلعوا من جتتهم لو واحد تاني هيفكر بالطريقة دي الظلم اللي أنا شفته ده يخلي ربنا يجيب مجاعة تكويهم عوض الخمستاشر سنة الظلم اللي أنا شفته ده هو كل اللي شغله في المجاعة أو زال حق أنقذ أبوه يا أخواتي طب ييجوا عندك مش توضبهم بقى كده لا توضبهم ده أنا فرحان إن شفتهم ويفاجئهم بأنه وحشينهم وحشينك وحشينك إزاي يعني ده آخر منظر بيتحكوا وإنت بتعيط آخر منظر المفتريين دول بيتأمروا عليك وهما بيرموك في البير وإنت بتحيلهم عشان ما يبيعوكش وبيبيعوك ودلوقتي بتقولهم محشيني وبيبكي وهو بيخدهم بالحضن إيه ده بقى ده مش ميل أول ده ميل تاني ده مش مجرد غفران تغفران وعطاء بلا حساب ليه يا يوسف عمل كده قالوا أنا عمري احتكت وأنا عبد كان معايا وأنا في السجن كان معايا وأنا وزير كان معايا ومعك لا أريد شيئا على الأرض إذا كان هو معايا لا فارق حد يحبني ولا يكفئني ولا يقدرني ولا يطابطب علي عندي اللي مشبعني أنا غرقهم كلهم حب ومش عاوز منهم حاكم هاختم بجد آخر آية الذين أولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله في أربع درجات للأخلاق أول درجة من دم اللي هي لا أخلاق أساسا اللي هي فكرة الدموية الاستغلال والعنف وأنت مخلوق عشان ينان الأنانية والتملك وكل بقى ما هو ضد إنساني مش ضد المسيح بقى بس ده ضد الطبيعة ضد الإنساني ده موجود وموجود كتير موجود في العالم عشان كده بيقول ولاد ربنا أولا ليسوا من دم يعني ده أبعد ما يكون عنهم المستوى ده تاني مستوى مشيئة جسد مشيئة جسد اللي هو المستوى الايه المصلح يعني إن نشتغل مع بعض نريح بعض ما نريحش بعض كل واحد يروح لحاله استفيد منك وتستفيد مني إنما بيني وبينك جسديات بيني وبينك مديات بيني وبينك مصالح المصالح أهم منك خلينا واضحين وده موجود في الدنيا موجود كتير قوي أفضل شوية من اللي فات اللي فات ممنوع مصلحتك أساساً الموجود دلوقتي ماشي مفيش مانع تاخد شوية من المصلحة بس أنا مصلحتي أهم المستوى الثالث ده أرقى وأربع مشيئة رجل اللي هي لما يقولك ده طلع راجل طلع راجل يعني إيه؟ مستوى الشهامة والمروءة والأمانة والإخلاص والوفاء وكل المعاني الإنسانية الجميلة ده الميل الأول بقى من سخرة كميلاً كويس ده موجود ده أحلى حاجة ده وده هتلقوا على فكرة مسيحين وغير مسيحين في ناس فعلاً مثالية في حياتها مشيئة رجل رجالة وقت اللزوم رجالة ستات ورجالة طبعاً بس إيه؟ مبادئ بتحكمهم مبادئ عالية إنما مش كل ده اللي ربنا بيتكلم فيه بل من الله المستوى الرابع والأهم الميل التاني أنت ابن ربنا أنت شبه المسيح أنت مدعو للأبدية أنت فوق العادي وفوق المتوقع هنا الميل التاني أنت تدي حب يعدد كله أنت تستغل لو أنت مش مدهايئة أنت تدي بسخاء ومش باصص لللي بياخد باصص لللي بيدي لأن اللي بيدي بيدي بسخاء لإلهنا كل مجد وكرم ترجمة نانسي قنقر